السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعلى وبركاته حضرتك كنت قاعد مع أخوي أحمد وسألته سؤال ايه هي مواصفات الزوجة المثالية نعم فبعد ما خلص حضرتك قدت لنا مثال جميل جدا حابب نشارك المحبين بيه أهلا وسألته مرحبا نعم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحبت في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد المثال الذي سأل عنه ولدنا عمار بارك الله فيه وأشرحته له ولأخيه ولأخوته وأريد أن أشرحه وأبينه لأبناء وبناتي من الزوجات والأزواج أو القادمين على الزواج الخلل الحاصل الحقيقي في مسألة الزوجية لماذا هو بيت العنكبوت كيف نطرد بيت العنكبوت ونجعل مكانه بيت المودة والسكينة والرحمة أين الخلل؟ الكل يبحث عن نصائح من الأب ونصائح من الأم ونصائح من هذا الطرف ونصائح من هذا الطرف لكن هذا لا يصح الخلل كل من ينصح له هوى فالوالدة العريس لا هوى في أن تجعل العروس يعني شبهة خادمة في بيت زوجها لها ولأهلها ولأهلها والعكس نفس القضية لا نحن لا نريد الهوى الهوى يعمي ويصم سبحانه من اتبع الهوى فقط هوى لكن أنا أريد أن أوضح المثال بشرح عملي بسيط نحن نزوج أبناءنا وبناتنا على الكتاب والسنة فأقول للولد أو الشاب يعني زواجتك أبنتي على الكتاب والسنة وهذا هو المثاق الغليل طيب إذا كان هذا هو الكتاب والسنة الكتاب والسنة كلاهما تزوج على الكتاب والسنة آلي الزوج وآلي الزوج وضينهما هذا الرباط الرباط الزوجية آلي الزوج وزوجه طيب القضية كلها في فهم المعايير الأسس القواعد كي يسكن إليها مش يسكن إليها في السكن يسكن إليها نفسيا كيف هو الزوج هذا هو يعني يعني المناطي الاستقرار يعني المسافة هنا مثلا فرضنا أن دي أربعين سنت مثلا يعني أو ثلاثين سنتيمتر خلاص المسافة بين الزوج والزوجة هذه المسافة يعني كارس ببيانه طيب كيف يقترب الزوج من زوجته وكيف تقترب هي كلاهما يجب أن يقترب من المنبع النور من منبع الأساس الذي تزوجه عليه فهو يقترب من الكتاب والسنة هكذا بالالتزام كيف يعني هو له القوامة خلاص ما معنى القوامة يعني هل هي الشدة هل هي العنف هل هي العصبية هل هو التهور لا القوامة عبارة عن احتواء تقدير المشاعر اتنين ثلاثة احترامها أمام أهلها وأمام أولادها ثم الإنصاط إليها مش الاستماع الإنصاط كما أن القرآن استمعوا له وأنصط فكان يعقوب ينصط ليوسف الإنسان ينصط ولا مجرد يستمع لا بكل جوارحه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه وزع اهتمامه عليهم كأن كل واحد منه يقول ما اهتم الرسول إلا بي أنا أريد إنصاط نمرأ خمسة عدم الاستهانة بعواطفها أو المسألة خمسة ستة المهم يعني أربعة خمسة ستة تقدير أنوثتها وإطراء تقدير أنوثتها وإطراء هذه الأنوثة الثناء الثناء عليها ومتحها هذه هدفة لكتاب والسنة هذه القوام يعني يعني أكثر بالاتزام أكثر اتزام بالخلق آيات العبادات في القرآن 110 آية العبادات كلها وعندنا ستة تلاف متين ستة وتلاتين آية منها 1735 آية عن الأخلاق و1778 أظن 78 آية عن المرأة والأنثة يعني سبحان الله لك أن تتخال هذا الحاج طيب ناتي للزوجة الزوجة أيضا يجب خل الزوجة عشانهم يحبوا الألوان خلوا بالأحمر وهي طبعا لم تكتفي بأن الله خلق لها ومن أحسن من الله خلقها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لكن لا هي صبغة مثلا الظافرها هذه تريد أن تعملها أزرق وأصفر وأحمر ومنقط المهم يعني معرفة المهم أن نعملها بالأحمر خلاص يعني هنا الأنثى هي اقتربت أيضا من فهم الكتاب والسنة خلوا لكم هنا مكمن الموضوع كانت المسافة هنا بالزوج والزوجة لعدم الفهم أربعين سنتيمتر دي كان اسم البيان يعني فلما اقترب من الكتاب والسنة أصبحت هذه المسافة مثلا ستة سنتيمتر يا الله اقترب كلاهما من الآخر فأصبحت هي تمارس أنوستها ممارسة الأنوثة ولا تستحي منها يعني ممارس الأنوثة الرقة الحنو الاهتمام به ترحيب بأهله تقديمه على أي أولويات في البيت يعني بعض السوجات أولوياتها أولادها ثم نظافة البيت ثم هندامها ثم رياضتها ثم هرتها ثم عصورها ثم صويحباتها ثم صبعا أهلها من الأول ثم هواياتها معينة وبعدين ثم زوجها لما نمرة تسعة لا أنا عادي نمرة واحد رقم واحد وبعدين تقديم لبعدين لا تكن حنانة ولا منانة ولا أنانة يعني تحني إلى بيت أهلها أو إن كانت زوجها من قبل زوج أخ منانة منعلي أنا وقفت جنبك أنا سندتك أنا ضع عمري عشانك وعشان أولادك وتقولوا أولادك مش أولادنا لا ولا أنانة ولا كثيرة الشكوى ولا نضيف لها بالعالمية كده ولا زنانة كثيرة الزن يعني اللي تقوله تعيد والرجل أصلا يحب تلخيص الكلام هي تحب التفصيل المهم بعد هذا يعني النقطة المهمة الاهتمام بأنوتتها هنا هي بهذا الفهم اقتربت من الكتاب والسنة وهو بهذا الفهم اقترب من الكتاب والسنة فضاقت المسافة بينهما فأصبح الفهم متقارب وأصبحت الأرصلة كثيرة وأصبح الخلل يعني بسيط وضعيب بعدما كان فيه خلل واسع الرطق اتسع على الرطق لا ضاقة الرطق التمزق العطفي والتمزق الإنساني والتمزق المنزلي ضاقة بقى ضيق فكل ما سبحانه لو اقتربوا أكثر الله واقتربوا أكثر حتى كأمنا خديجة أنها صارت مرآة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخلاص كأنهم وحدة واحدة سبحان الله تكاملية تكاملية يعني هذا هو المثال الذي شرحته لأبنائي وأتمنى أن يكون قد وصل إليكم أي علاج آخر جلسات نفسية خير وبركة اصطاح أسر خير وبركة أنا لا أنكره لكن القضية كلها الاختراب من حقائق الكتاب والسنة ليست المظهر المسألة أنها محجبة صومة وخميس تحفظ القرآن حافظة القرآن الشيخة مقرأة الشيخة مقارئ العموم والمقارئات كل ده على عين وعلى رأس ده جميل ولكن هذا هو يريده هذا وهي تريد منه هذا فإذا اقترب كلاهما من الكلاه والسنة أنا أرى والله أعلم أنها ضاقت المسافة بفضل الله سبحانه وتعالى وأصبح كلاهما قريبا من صاحبه وإذلك ربنا سمى الزوجة صاحبة اللهم اجعلنا من المصاحبين لزوجاتنا جميعا إن شاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا